زي ما كنا بنكلم مع حضراتكم في بداية الحلقة عن عيد الحب عيد الحب المصري بنحتفل به النهاردة عشان كده احنا خصصنا هذه الفقرة نتكلم فيها عن ازاي نربي أولادنا عن الحب لان زي ما تكلمنا في البداية الحب مش مجرد علاقة عاطفية ما بين واحد ومراته أو واحد وحبيبته لأ دي فيه لغات تانية للحب مش مقتصر فقط على العلاقات العاطفية لا فيه جوانب أخرى كمان ممكن نعلمها لولادنا دلوقتي عشان نتعرف على هذه الجوانب هنرحب بضفتنا مريم الشافية الاستشاري التربوي والمعالج السلوكي سبع الخير عليك سبع النور يا أهلا بك عايزين نبدأ من النقطة دي ان الحب مش فقط مرتبط بين زوج وزوجة أو العلاقات العاطفية بين المتحبين لا فيه جوانب أخرى للحب عايزين نركز عليها صح احنا دائما في الاستشارات لما بنسأل الولاد انت عارف ان بابا وموا بيحبوك بيكون الرد لما بخلص واجباتي لما باخد بطولة لما بسمع الكلام والحقيقة مش يعني حب مشروط ده مش هي دي الرسالة المفروض توصل لولادنا احنا بنحبهم على كل حالتهم احنا بنقوم سلوك لكن الحب دي عاطفة موجودة طوال الوقت فبنقول للأباء والأمهات هو احنا أصلا زرعنا الحب مع ولادنا يعني احنا فهمنا الولاد أصلا ايه مشاعر الحب بيحسوها ازاي بيشوفوها ازاي خزان الحب ده المفروض يتريوي كده من سنوات من أول ما الطفل بيكون جنين في بطن أمه بيحس مشاعر وبيحس حزنها وفرحها وبيأثر عليه بعد كده فهنا نتكلم مع بعض على ايه لغات حب الأولاد أصلا انا محتاجة اكتشف لغة حب إذنين ايه لغة الحب بتاعته طيب قبل بس ما نتكلم عن لغة الحب نركز على النقطة دي انا بحبك او انت شاطر وخلصت الواجب بتاعك فأنا بحبك ده حب مشروط ده بيعلم الأولاد ان انت حاجة قصات حاجة انا مش بحبك لله كده لا انا بحبك شانت بسمع الكلام انا هتحب لما كون بطر رياضي فلو نزلت بطولة وما خدتش فيها مركز انا مش عايز اكمل هتحب لما كون الاول على المدرسة هتحب لما كون احسن ولد في العيلة المؤدب اللي ما بيغلطش وما فيش كده في الحياة يعني ارجوكوا ما تعودوش الولاد ان هما بيتحبوا عشان سبب طب يعني اقوله انا بقوله بحبك حتى لو غلط يعني اقوله الكلمة بقوله حبيبي انا بحبك طول الوقت اه يعني اقوله ككلمة مش لمجرد تصرفات لا اقوله ككلمة صريحة او مباشرة اه لازم اسمعه كلمة بحبك لازم يسمعه ومش عيب وفي كل المراحل ولو ما شبعوش من الكلمات دي ومن التصرفات دي وهم الولاد في فترة الطفولة المبكرة ده بيعمل لهم كرف خزان مشاعر بيفيد بره في فترة المراحقة فاحنا عايزين نلحقهم بقى وهم في حضننا عشان وهم في المراحقة يسمعوا لنا ويحس ان انا بحبه بجد وهي بابها بيحبها بجد ومامتها بتحبها مش عشان سبب فاول شخص بره سواء اصدقاء للولاد او للبنات هيحبهم حب غير مشروط هيسمعوا كلامه وهيقبلوه هيكملوا معي طيب نتكلم عن اللغات يلا جيل لغات الحب احنا عندنا اربع خمس لغات للحب عندنا التلامس ان انا احضن الولاد واشبعهم احضان عندنا كلمات التوكيد ان انا اقوله انا بحبك الموقف اللي انت عملته ده جميل عندنا الهدايا طبعا الوقت اللي انا بقضيه معاهم وقت احنا بنلعب فيه مع بعض هنشرح واحدة منهم وان انا اوفر وقت من وقتي انا كأب او ام عشان اعمل خدمة معاهم مش هوفر لهم كل سبل الحياة وخلاص مش هوفر لهم الفلوس مش هديهم الفلوس مثلا يشتر لهم عايزين ولا ده فيه حاجات تانية كتيرة وموضوع التلامس ده فيه ناس كتير ايوين بتعملوش خالص احنا بنسأل شباب وبنات 18 و 20 سنة انت اخر مرة حضنت من باباك ومنطك انت بيقول لنا في نتيجة مثلا ستة بتباقي في سنة ربعة مش فاكر لا احنا محتاجين نحضن ولادنا وهم شباب على فكرة يعني مفيش مشكلة خالص لو انا بنيت ده من الطفولة ابني او بنتي مش هيعملولي كده لما يكبروا فانا محتاجة بيفرق عندهم طيب يعني هم كبروا يعني هم كانوا مثلا باباهم وموتهم بيحضرهم وهم صغيرين وفيه تلامس جسدي ما بين الاب وابنه او كده هيفرق لو كبر مثلا اخر حضن مثلا كان في السنة مثلا او في الكلية وبعدين هو كبر بقى خلاص فعادي الدنيا خدتهم مش مقصودة طبعا يعني يفرق عند الولاد ما هي الدنيا خدتهم دي هي اللي موصلنا للي احنا فيه ان انا مش حاسس ان انا شبعان من جوة اصلنا لو اهلي مش دايرة سنة دي الاولى لو انا حزين لأي موقف حصل في الحياة في موقف حصل وما جرتش على اهلي هم دول السنة دا الاول للاولاد فانا محتاجة اشوف نفسي ان انا الخزان اللي بيملى لولادي فلو انا مش بدي من سنين طب هم هيتميلوا منين هيتميلوا من اي حاجة برا وهيجروا على اي حاجة برا بس هي دي اللقطة ان انا محتاجة سد ان انا لو ما مليتش ولادي والخزان دا بيتميلي وبيفضى وبيفضى وفقا لضغوط الحياة اللي هم بيتعرضو له مواقف المدرسة والتمرين والنيدي وفترات المراهقة الكيرف العالي اللي بندخل فيه فانا لازم طول الوقت اكون انا اللي بجدد عنده هنمسك لغة لوا ياريت ونقول يالله نعملها ازاي مع ولادنا كل دا هيتامل من الطفولة المبكرة وكيرفو بيعله وبيقل في سنوات المراهقة وفقا لانه انا بدأت ايه بدري التلامس دا من اكتر الحاجات اللي بتوصل للولاد انهم مقبولين ومش لازم طول الوقت يبقى حضن هو التلامس المقصود بيحضن انا ممكن اطبطب ممكن احط ايدي على راسه وممكن ادعيله وهو نايم ويحس بي ان انا لمسته وقلت له دعوة وانا بصحي الصبح وده ما ندخل نسرخ في القوض الصبح مع عدل بص عارف النطرة بتاعت السرير دي لا انا ممكن ادخل لطبطب لانهما بيفتكروا قدام انا كنت بصحى ازاي ونا صغير اسأل الولاد في العشرينات انت فاكر اكتر كلمة بابا مشهور بيها ايه واكتر كلمة ماما مشهورة بيها ايه وكنت بتسحى زي للمدرسة هتتأكد انه الكلام ده بينطبع جواهم وبيينعكس على معاملاتهم بعد كده فارجوكو خلوا فيه تلامس بينكو وبين ولادكو طول الوقت الامهات والابا اللي بيقولون احنا ولادنا كبروا دخلت المراهقة ومش عايزين ده مش عايزين ده عشان انا معرفتش هنديله ولما دخل فترة مراهقة فانا اكيد مش هحضن ابني قدام اصحابه ولا هحضن بنتي قدام اصحابها همسك ايديها هدعيلها هترجع من بطولة من امتحان هحضنها في البيت لو انا كنت بعمل ده من بدري هي هتقبله في سن المراهقة صحيح البنت في سن المراهقة محتاجة تحس ان هي محبوبة ومتشافة وباباها ده بيعملها لكنها صدقته محتاجة تحس ان هي كبيرة كمان وكبيرة وحلوة وجميلة في عينيه بابا هو الشخص الوحيد اللي محتاجة يعمل ده والابن معممته نفس الكلام هي محتاجة تحسسه ان انت سندي لانا بعتمد عليك الراجل اللي بياخد مواقف فارجوكو املوا الولاد احضان من بدري الدراسات بتقول لنا ان الاطفال الصغيرين اللي سمعنا نصايح سيبوا الولاد يعياته في السرير وما تفضلوش شايلينهم قدام في السنوات اللي قدام لما يعملوا دراسات على اتزانهم النفسي بنلاقي الأولاد اللي كانوا بيتشالوا وبيتحضنوا وبيتهادهدوا الهدهدى بتاعت الجداد هم دول اللي اتزانهم العاطفي اكتر من الأولاد اللي كانوا بيتسابوا يعياتوا ويسرخوا عشان هم هيسكتوا نفسهم ده التلامس فارجوكو احضانوا ولادكو دول ولادكو يا جماعة فيش اي مشكلة ان انا احضانوا ولادي كلمات التوكيد ان انا اقول لهم انا بحبك انا بحبك وحشتني اتأخرت في المدرسة وانا قلقت عليك افتقدتك لما كنت مسافر معسكر انت اغلى بنوتي عندي في الدنيا اقولوا لولادكو كلام حلو بص انت بتسامت ازاي كلنا محتاجين نسمع كلام حلو البنت والابن اللي هيتربوا في بيت دافي بالطريقة دي هو اللي هيبقى زوج بيقول كلام حلو اللي زوجته وهيعمل بيت دافي ما هي مش هتطلع مرة واحدة فالولاد محتاجين يسمعوا الكلام ده ما قلهاش انا بحبك عشان تلاتي الاولى او الدرجة دي احسن درجة او دفترك احسن دفتر انا بحبك وبعد كده لو احنا عايزين نعدل اي سلوك محتاجين نحسن خطينا محتاجين نهتم بدراستنا شوية لكن انا بحبك انا بحبك على اي وضع انت في طب هل ينفع اقول لهم يعني ايه كلمة حب اشرح لهم الكلمة اه ينفع اشرح الكلمة اقول المشاعر اللي انا حسسها ايه انت غالي عندي ايه يعني ايه بحبك يعني باخد بالي منك باهتم بيك باخد بالي من وقتك من تمرينك من دراستك لازم اشرح المعيني دي واقول كمان عشان الصغيرين ايه الفرق بين انه انت بانتي وانا بحبك وانتي بتحبي اخوكي وماما بتحبك ازاي عشان لما وهي صغيرة في المدرسة زميلها يقول لها انا بحبك ترجع تقول هو ده مناسب ولا مش مناسب احنا دلوقتي انا نكلم في النقطة دي دلوقتي بالتفصيل اوكي نكمل بس الوقت الهدايا الهدايا دي مش معناها ان انا روح اعمل اجيب هدايا كبيرة جدا مكلفة جدا لو انا اكتشفت ان لغة احب ابني الهدايا في هدايا بسيطة جدا بعملها في البيت نوع حلويات معينة هو بيحبه اكلة معينة هو بيحبها وطول الوقت بس بعمله السيرفس بتاعها في شكل هدايا بوكس انا بعمله في البيت ربطة معينة رسالة بكتبها لها في اللانش بوكس بتاعها على المكتب بصورة بتحبها فانا طبعتها بتكلفة بسيطة وعلقتها لها في قضتها. أنا وصلت المعنى أنه أنا بفكر فيك يا حبيبتي وانا راجع من الشغل جبتلك الحاجة اللي انت بتحبيها من غير ما لازم أروح أجيب هدية رقم مكلف عشان الناس دايماً بتشوف ده. الوقت النوعي أنه أنا محتاجة أقضي وقت مع الولاد بفوش تليفونات ولا شاشات ولا أن أنا بذاكر ولا بتبع تمرين ولا بتخانق. تعالوا نلعب جيم مع بعض. نحكي. موقف حصل في شغلي وأنا بشاركوا معيها لأن احنا فصلين الولادة عن حياتنا قوي. المشكلة أنك بعد ما ترجع من الشغل تعود تحكي لهم حصل موقف غريب النهار ده واحد من ثلاثة. حد في الشارع حصل موقف أبيت حالي. يعني هنبقوا أنهم مش مهتمين بحاجة زي دي ومش هفرق عندهم يعرفوا أو ما يعرفوش. ما هو ده جزء من ربطة ولادنا بينا. لما أنا وهم لسه أطفال شايف أنهم مش هبقوا مهتمين. طب وهو عنده عشرين سنة مش هرجع لي البيت. هيشتغل ويأخد شقل واحده. إحنا محتاجين هم يرجعوا لنا لما يكبروا. فلو ما مالتش خزان الحب ده بدري. مش هيرجعوا لي لما يكبروا ومش هيردهولي لما يكبروا. طيب الوقت اللي هنخصصوا لللعبة مع الأولاد. هل فيه وقت معين كده في اليوم؟ لأنهما برضو يعني أكيد عايزين نعاب طول اليوم. وأكيد أنا مش فاضي طول اليوم. بس أنا مش موجود طول اليوم. دي الحقيقة. أنا برتب معهم يوم في الأسبوع. يومين في الأسبوع. في العادي فسط الضغوط اللي كلنا عايشين فيها دي. بنقول يوم الخميس بالليل. أنا كأب اللي أروح أشتري لعبة مخصوص. وقال لهم أنا شفت اللعبة دي على اليوتيوب. ولا شفتها على الفيسبوك. وتعالوا نلعبها مع بعض. وفيه ألعاب طلعة جديدة. وهما بيحبوا يلعبوها. ولو هما بيلعبوا لعبة معينة. معلش يستحمل إنك تلعبها وتخسر عشرة دوار. لحد ما تعرف هتلعبها معهم إزاي. وهيتبسطوا جدا. اعملوا دوري من عشر نقط عشر جيمات. واللي هيكسب هيجيب حاجة للتاني. حاجة بسيطة. انزلوا هاتوا آيس كريم. انزلوا هاتوا أي حاجة بسيطة. بس ادخلوا معهم في التشالنج. فتاقى إن احنا بنلعب مع بعض. وعن تجربة الولاد بيتبسطوا جدا. وإحنا بنلعب معهم. طيب عظيم. دي اللغة رقم كام؟ دي اللغة الرابعة. فضلينا اللغة كمان. إنه الوقت اللي أنا بقدم فيه خدمة ليهم. بمعنى أنا بعمل لهم حاجات طول الوقت. لكن لما يحسوا إن أنا كان عندي مشوار النهاردة. ويقدر تأجل معاده عشان هو عنده تمرين. فأنا عايز أروح أبص عليه في التمرين. عارف فيه حركة شهيرة لأمهات أكتر عارفينها. إنه الولاد يكونوا مثلا في البسين أو في الملعم. ويديروا يبصوا علينا إحنا موجودين ولا لأ. شايفينهم ولا لأ. مش فكرة أنا موجودة. ممكن أبقى موجودة ومسكة تليفونية. هو عايز يشوف عيني عليه. طب ده ما يعلمش الأطفال الأنانية نوعا ما. لأن كل تركيز الأب والأم منصب عليه هو بس. سؤال من أب جدا يعني. أنا مش بعمل ده طول الوقت. أنا هروح له تمرينة كل 5-6 تمرينات. هركز عليه مرة كل 5-6 تمرينات. بس هو لسه بيتميلي. لكن لو بعمل ده بالطريقة بقى الغلط. اللي هو أنا كل تمرينة موجود وعمل حماية زي ده. هو كده آه هيتعاود أنه يأخد كل حاجة. بس ضبط. وما بسيبش إيده وبتحرك معي هنا دي اللقطة اللي حديك بتتكلم فيها. ولو بعمل حاجة تانية. إنه في الكلمات المشجعة دي أنا بمدح مدح مطلق. أنت أجمل ولد في الدنيا. الحقيقة أنا مش أجمل ولد في الدنيا. أنت أشطر ولد. ومش أشطر ولد في الدنيا. يعني خلينا منطقيين وإحنا مش أجعل ولادنا. أنا بشجعوا على فعله وعمله. خطة كتحسن من المرة والد. طب لو كان رد هل إنت شفت كل الولاد في الدنيا عشان تقول لي أنا أشطر ولد في الدنيا؟ ما أنا ما أقولش كده هي خلط أصلا. أنا مش هقولش كده. آه أنا مش هقول لي كده. عشان المتح ده هو. طب ما أنا أقول إنت أجمل ولد في الدنيا في عناية. ما هو طبيعي أن يكون لي أجمل ولد في العناية؟ ماSir انت جميل يا حبيبي في عناية. مش أجمل ولد في الدنيا عشان إيه اللي بيحصل الرسايل دي بتتخزن هنا جوه وقدام بيبقى عنده استحقاق إن أنا أستحق كل حاجة في الحياة فتلاقي شاب عنده 25 سنة بيتقدم لبنته هو مش متخيل إنه هترفض أصلا إيه ده أنا قاعد أول قاعدة أنا أهم حد أنا أمي كان دائما تقولي أنا أهم حد بالزبط فخلاص أنا لازم أتقبل يعني إيه ترفضت وممكن يجي له صدمة لما يترفض زيان وبيعود القاعدة دي باللغة بتاعت إنه هو مقبول يعني هو قاد بيتكلم على الأساس ده داخل في التفاصيل على طول طيب إزاي بقى أعلم الولاد الحب العاطفي المنضبط زي ما حضرتك قلت دلوقتي البنت بتصل لمرحلة خلاص كبرت في السن حد بيعترف لها بحبه فإزاي هي تتعامل وإزاي برضو ده بيرجع في الأساس للأسرة إزاي أنا علمتها أو فهمتها يعني حب عاطفي منضبط صح بنحكي قصص من بدري قوي وبنقول أنا بحب ماما بعمل إيه قدامهم بدري اللي هو مثلا هم عندهم كم سنة ثلاثة واربع سنين أيوه ثلاثة واربع سنين لأنه البنات بالوقتي نتيجة الإعلام والكارتون وكل الحاجات دي ممكن تسمع كلمة بحبك من المدرسة من ولد وهي عندها عشر سنين بتعمل إيه وهي ما عندهاش تصور هي مش فهمة شكل الحب ولا إحنا عندنا تصور سعر هترد إزاي لو ابنك جي قال لك أنا بحب بنتي في المدرسة عندها عشر سنين ومعي في الفاصل وإيه المشكلة إن أنا أحبها فأنا محتاج بس وقس كنت أنا مش هرد أنا مش سن حضرتك تقولي الرد عشان يتعلم كلنا قوي بقى الدائرة بتاعت الحب دي فيها مين فيها مين دلوقتي في سن إيه بحب بابا زي بحب أخويا زي بحب مانتي زي طب هو أنا زميلي في المدرسة ده أصلا أنا المفروض أحبه بحبه زي لأ هو زميلي في المدرسة فإنحنا بنساعد بعض لو بنسأل في المدرسة على حاجة بنعمل بروجيكت مع بعض الفرق بين الصحوبية وبين الزميل مين اللي بيتحبه ومين اللي بقول أنا بحب واحدة صاحبتي لكن ما بحبش واحد صاحبي ولي ببسط المعلومات وأبدأ أعلى أعلى بيها الخزان ده هيتميلي ولما يجي الكيرف بتاع أي حد هيقول بحبك هتعرف ترجع تجيل نحن تلي أنا تعلمت كتير من كلام حضرتك واستفدت منه طبعا على مستوى الشخص وأكيد الناس استفادت إزاي علموا ولادهم يعبروا عن حبهم بالطريقة المناسبة للشخص اللي هم بيتعاملوا معايا سواء كان في البيت أو كان في مكان دراسة أو في مكان عمل إزاي نتعامل كمان وزاي نعلم ولادنا من هم صغيرين يعني إيه حب ودي حاجة مهمة جدا وأول مرة كنت أعرفه دلوقتي من الأستاذة مريم أني لازم تقوله أنا بحبك كلمة أنا بحبك مش مجرد تصرفات يعني إحنا دايما نقول أن تصرفات هي الأهم وهي العامل الأساسي عشان الولاد تحس بالفعل بحب الأب والأم لا كلمة أنا بحبك مطلوبة تقولها على طول لابنك أو بنتك بنشكر حضرتك طبعا شكرا جزيلا شرفتين ونورتين نعلم سوزة مريم الشافية الاستشاري التربوي والمعالج السلوكي شكرا جزيلا لكم شكرا جزيلا